لا ينبغي لمن كان قدوة للناس أو الناس يشيروا إليه بالبناء أو أن هم شايفينه حاجة كبيرة أو شايفينه منصب كبير أو شايفينه أنه حاجة قامة ثقافية وعلمية كبيرة أنه يفعل هذه الأفعال ولا يكون قدوة للناس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا لربنا أنعم عليهم بالذهاب إلى الجمعة والجماعات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال لكن نصيحة خلال دقائق معدودة وهي أنك بعد أن أنعم الله عليك بهذه النعمة احرص دائما على أن تذهب إلى الجمعة والجماعات كأنك تدخل على وزير أو رئيس أو حاكم أو مسؤول ولله المثل الأعلى فالله سبحانه وتعالى فوق هؤلاء جميعا فالأولى أن نحن نحضر إلى هذه الصلوات خمس صلوات في اليوم وخاصة في صلاة الجمعة وصلاة الأعياد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأزهى الثياب وأنظف الثياب بثياب نظيفة ثياب مهندمة ثياب ليست مرقعة ثياب ليست بالية ثياب معطرة لا تخرج منك رائحة العرق تحرص دائما أنك أنت تكون يعني مرتدي مثلا ملابس داخلية زي فنيلا مثلا أسفل هذه الملابس بحيث أن هي لو فيه يعني نسبة عرق أو غيره أن هي يعني تزيل هذا العرق تستخدم مزلات العرق تستخدم العطور تستخدم كل هذه الأشياء تجتنب أكل البصل والثوم وأيضا شرب الدخان الحاجات دي كلها يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أي فعل يؤذي المسلمين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أي فعل يؤذي المسلمين وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم بمعنى أن أي فعل في إذاء لبني آدم لبني آدم ملائكة تتأذى منه تكل بصل تكل ثوم تصدر أي رائحة كريهة الناس يكرهوها أو يتأففوا منها فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني البشر هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولهذا اجتنب كل الاجتناب إنك أنت تتكلم في هذا الأمر إنه مكروه وإنه ما فيش مشكلة فيه لا الإسلام جاء والشريعة جاءت كاملة مش معنى إن أمر مكروه إنك أنت تتحين كل فرصة لتفعله لا فيه فرصة مثلا أنك أنت تأكل البصل والثوم وعايز تكلهم تقدر أنك أنت تكلهم مثلا بعد صلاة العشاء عندك وقت الحد الفجر تقدر أنك أنت تزيل هذه الرائحة من الفم وأيضا الإخوة الناس الله سبحانه وتعالى يتوب علينا وعليهم اللي بيشربوا السجائر لواء الدخان واتلوا بهذا الفعل يعني ناس الله سبحانه وتعالى يعني يشفيهم ويعافيهم من هذا الداء أيضا يجتنبوا مثلا شرب هذا السجائر وهم دخلين إلى المساجد طبعا نحن نحثهم على ترك الدخان على طول الوقت ولكن إنه بترية شخص بهذا الداء وهذا الأمر فيجتنبوا قبل الدخول إلى المسجد تاني حاجة في مسألة الثياب برضو الموضوع مهم جدا متبعيش صاحب النوم بعرأك وبريحة عرأك وتدخل إلى المسجد أو تنزل بثياب النوم أو تنزل مثلا بشورت برمودة ولا تنزل بفانيلا حملات لأن هذا في ناهي عنها مسألة أن واحد يوصلي وليس على عاتقه شيء ولا مثلا يدخل بتيشيرت عليه شعارات وعليه كتابات وعليه رائحة عرق ومكرمش كده ومش مرتب أو شعر منفوش مش مرتب أو لحية غير مهندمة الحاجات دي كلها تكتنبها أيضا أحبابنا اللي بيلبسوا الثوب اللي هو الجلباب الجلبية لو الجلبية مثلا بيضة وشفافة نوعا ما ما ينفعش أنك أنت تذهب إلى المسجد بدون أن ترتدي مثلا سروال طويل يغطي العورة يبقى الفخد مكشوف وتبقى تسجد وعورتك مكشوفة بعض الناس اللي بيذهب إلى المسجد بلباس ضيق بلاطيل ضيقة وامصان ضيقة والحاجات ديات برضو يكتنبوا مثل هذه الأمور خليه في مخيلتك وفي بالك أنك أنت داخل عند ملك الملوك سبحانه وتعالى أعظم أعظم شيء في الدنيا هي المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى أنت تحط في مخيلتك أنك أنت لا يمكن إطلاقا أنك أنت تدخل جامعة تدخل مدرسة تدخل مؤسسة تدخل أي مكان بهذا المنظر الرثي ولهذا لا ينبغي لمن كان قدوة للناس أو الناس يشيروا إليه بالبنان أو أن هم شايفينه حاجة كبيرة أو شايفينه منصب كبير أو شايفينه حاجة قامة ثقافية وعلمية كبيرة أنه يفعل هذه الأفعال ولا يكون قدوة للناس بالعكس يعني إحنا نحرص دائما زي ما دائما بيتم يعني نصحنا بهذه الأمور يقولك دائما ما تخليش حد يمسك عليك ويقول أن الملتحين عندهم بيفعلوا هذه الأخطاء وبيفعلوا كذا وكذا وكذا نفس الوضع برضو سواء كنت صاحب اليحية سواء كنت قامة علمية سواء كنت تحت الميكروسكوب تحت المجهر كل الناس شايفاك يجب أنك أنت تفعل أشياء تجعل الناس تقلدك في هذا الأمر فتكون قدوة لهم علشان يقلدوا هذا الفعل لكن ما ينفعش مثلا إن واحد أخ ملتاحي وملتازم يدخل بهذا المنظر إلى المسجد يدخل مثلا رائحة كريهة رائحة فمه كريهة ورائحة ملابسه كريهة ويستخدم عطور مثلا صعبة جدا والرائحة مثلا يعني مكروهة في يعني المجتمع مثلا أو المنطقة أو المكان اللي هو يدخل فيه وأنا أضرب لك على سبيل المثال يعني مثلا رائحة العود طبعا العود من أغلى العطور رائحة الأعواد من أغلى العطور ولكن مثلا في بعض الدول قد يستهجنوا هذه الرائحة ميحبوش رائحة العود يعني تبقى فائعة مثلا يعني مثلا يعني زي دول الخليج بسosition رائحة العود رائحة قوية وجميلة جدا يعني بالنسبة لي مثلا أنا بجد هذه الرائحة جميلة ولكن مثلا في بعض الدول العربية مثلا لو أنت مثلا أهديت وعود أهديت شخص وعود يقول لك والله الريحة دي صعبة جدا ما قدرش أستحملها وما قدرش أحطها إذن لا تستخدم رائحة الأعواد في الأماكن اللي ممكن فيه استهجان أو الناس مش مستحملة هذه الريحة ما تجيش بقى تقول أنا حر ونعمل إن أنا عايز واللي مش عاجبه ومش عاجبه وإيه المشكلة يعني دي عالم متخلفة أو غيره لا الصحيح إنك أنت لا تؤذي المسلمين ولا تؤذي الناس بشيء هم يكرهوه تقدر أنك أنت تستخدم روايح تانية أخف شوية من العود يعني روايح مثلا مثلا عطور غيرها عطور مثلا براحة الورد غيره تكون أخف شوية تستخدمها ليه عشان ما تبقاش الواحد واقف في الصلاة هو مشغول باله يعني يعني واقف مثلا يعني براحة العرق توقف جنب واحد خلاص بيشغل دماغه عايز الصلاة تخلص بأي شكل نفس الوضع بالنسبة للعطور ما توقفش جنب واحد وريحة عطرك فأعة بالشكل دوت ورائحة قوية جدا ومسلا هي يعني الناس في هذه الدولة وفي هذا المكان مش مستحمين الرائحة دي توقف تصلي جنبه فهذه الأشياء يعني ننتبه لها بارك الله فيكم وفي كل وقت وفي كل حين وخاصة زي ما قلنا في المناسبات نبي عليه الصلاة والسلام حث في حضور الأعياد بأفضل الثياب وبأعطر العطور وبشكل مهندم وغيره حث نبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عشان ايه ده دي فرحة للمسلمين وعشان دي بهجة للمسلمين حتى حث جميع النساء ان هم يخرجوا النساء والأطفال حتى الحائض وانه فساء حث على خروجهم الى مصل العيد ولكن يعتزلوا المصل شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يعني امور امور يعني لو حطتها هتلاقيها سهلة يعني نقدر نعملها سهلة جدا وايضا الموضوع مش صعب يعني انك انت ممكن تخصص لبس مضيف محترم مش مرقع مش متقطع مش متبهدل لهذه المناسبات وهذه الامور ليه لانك انت في المسجد مش زي اعددك في البيت وجودك في المسجد مش زي اعددك في البيت مثلا ممكن تقعد في البيت مثلا بترينج بغيره بملابس رياضية باي كان بالشكل اللي انت عايزه ولكن في المسجد الوضع تماما مختلف فاتمنى ان احنا ننتبه لهذه الامور بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته